إلى أربيل التي جمعت يوماً معارضيه لسحب الثقة عنه إبان ولايته الثانية في رئاسة الحكومة وصل زعيم ائتلاف دولة القانون على رأس وفد الرفيع من قيادات حزب الدعوة اختيار المالك لقيادات مهمة من حزب الدعوة في هذه الزيارة ربما أرادها تذكيراً بالعلاقة القديمة التي تربط الدعوة والديمقراطي الذين تجاورت معسكراتهما أيام المعارضة في مناطق بادينان زيارة المالك إلى أربيل ثارت فضول المراقبين والمحللين السياسيين سيما وإن المالك والبرزاني التقيا بعد فراق سياسي طويل وهذه الزيارة ليست عادية وإنما علامة فارقة في المشهد السياسي العراقي الذي يسابق الزمن من أجل الاستحقاق الانتخابي المقبل نظراً لأن الكرد هم بيضة القبان في التحالفات السياسية منذ 2003 وحتى الآن لقاء الزعيمين البارزاني والمالكي وجلوسهما سوية على طاولة المفاوضات قد ترسم ملامح تحالف جديد يدفع بالمالكي إلى تصدر المشهد السياسي مرة أخرى برغم أنه حتى للحظة لم يبت الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني في التفاهمات التي أجرتها معه القوى السياسية المختلفة ويبقى السؤال الأهم هو هل ستسفر الزيارة عن تحالف الزعيمين؟ وهل سيستمر هذا التحالف؟ الجواب ستكشفه الأيام المقبلة وليس البيانات التي سيصدرها الطرفان ستكشفه الأيام المقبلة